يا ريت الاسطورة تعمل مدخلة تليفونية او اثنين اثناء اللايف للتواصل مع جماهير سامح حسن مص يا سامح انت اللاقة هتخي نفتح موضوع مهم جدا بفضل الله بفضل الله بفضل الله حققنا نجاح كبير جدا من خلال برنامج شركاء اليوتيوب وفي تواصل مع ادارة اليوتيوب وفي تواصل معي وتم اعتماد فكرة العضويات العضويات دي انه بيتعامل بس خاص للناس بس بشتراك مادة بعض الشيء خاصة الناس اللي في اوروبا وامريكا وفي مصر وشتراك بسيط يعني هيبقى معمول دلوقتي على القناة وهنبدأ فيه من اول ابريل ساعتها هيبقى الناس ده تاخد ايه برده عشان ما احنا عارفين مساحة من الوقت للحوار مساحة من الوقت للتواصل بشكل مباشر اثناء اللايف ان احنا مثلا لو في مباراة مثلا في الامارات في السوبر نتجمع مع الناس اللي هم الاعضاء دول ونعمل لايفات مع بعض في السعودية نفس الفكرة في المغرب ده هيحصل وانا بدعوكم للاشتراك لكن ده لن يؤثر على الشكل الخابر هناك هيبقى فيه شكل فيه مميزات في التواصل مع الناس والقعدة فترة زمنية اطول وده هيبقى فيديو فيديوهات خاصة ليهم ملهاش علاقة بالخدمة اللي بنقدمها خبريا بشكل يوم والد بقى مثلا نعمل خدمة نبقى احنا متواصلين بنرد على كل الاسئلة بيبقى فيه لقاءات بيبقى فيه حوارات بيبقى فيه حاجات بهذا الشكل في المرحلة المقبلة وتشرف باي حد يشترك في فكرة العدويات هتلاقيه كده على اليوتيوب يعني او اشترك او مش اشترك اسمها ايه بالعرب فدي للعضويات وهنبدأ في الموضوع ده من اول ابريل بايبقى في اتفاق بينه وبينهم على لايفات الناس بقى اللي هي مسلا ده دعم من الناس او الاشتراك ده بمثابة الدعم لان المرحلة القادمة فيها مفاجآت كبيرة جدا 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 في الخدمة الاعلامية اللي هنقدمها للزمنة بخلاف او للاصدقاء بخلاف البرنامج اليوم اللي بنقدم فيه اهم الاخبار ان شاء الله